في الحالة سافر برة ويعني حلافه الحظ انه هو يعني في ايام العيد حيشوف ان المسلمين برة يعني بيبقوا سعداء جدا في اوقات العيد يعني زي ما يقول كده بيبقى نوع من انواع البهجة ونشر الفرحة في الشوارع الاوروبية بيعلنوا عن نفسهم بيخرجوا بشكل كبير ممكن في بعض الدول الاوروبية ما تسمحش بالتجمعات يعني الصلاة في الخلاق يعني بيبقى الصلاة جوه المسجد نفسه ولكن رغم كده بتشوف ان الدولة كلها عارفة ان النهاردة عيد للمسلمين طبعا بكل تأكيد هو تقوص المسلمين واحدة ايا كانت جنسياتهم في اي برد لكن لو هنتكلم حتى على يعني على تجربتي انا الشخصية عندي اصدقاء عايشين برة مصطفى ومخلفين اولادهم كمان معاهم هنجم بيبقوا حرسين دايما ان اولادهم يكونوا فرحانين بتقوص الايد يعني اللفس الجديد والجلبية لو هيروحوا يصلوا في الجامع يكون موجود في جامعة العيد يعني بيقوا حرسين جدا على ان هم يخلوا اولادهم عايشين كل تقوص العيد الكحك وفي اماكن لبيع الكحك والبسكوت والحاجات دي كلها موجودة هناك حتى طبعا يعني حتى التكبيرات العيد بتكون موجودة كمان في الجوامع برا تبقى الحقيقة يعني تقوص مبهجة جدا 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 وانا بحترم بشكل كبير او يا مصطفى طول الوقت الشخص اللي بيبقى محترم هويته الشخص اللي بيبقى مصر انه يحافظ على الهوية ايوا او حتى هوية الجنسية اللي بيحملها ايا كان دي في حد ذاتها نقطة مهمة جدا وانت كمان تخليها تخلي اولادك يعيشوا الحالة دي ويعيشوا التقوص دي ويفهموا التقوص دي ويبقوا فخورين بيها ويعلنوا عنها زي ما انت قلت يا مصطفى دي نقطة مهمة جدا وفيه كمان يعني بالتأكيد انت لما هتهاجر مش هتاخب معك أسرتك كلها مش هبقى معك العيلة كلها بيبقى فيه إصرار ان انت تشوف يعني أقرانك أصحابك زملائك الأسر المسلمة ازاي بتتجمع حتى لو مش في جنسية واحدة يعني انا شفت مثلا برا مصريين بيتقابلوا بقى في العيد مع جزائريين مع مغربة مع توانسة مع كل الطيف المهاجر للقرى الأوروبية بحيث ان هما يتجمعوا في مكان وحيث يبقوا عيلة هما بيعتبروا نفسهم ان هما دول العيلة اللي برا يعني بيرموا نفسهم وسطيهم علشان ما يحسوش بالغربة وعلشان ما يحسوش ان هما بعاد عن أهلهم خصوصا ان الواحد برا بالتأكيد مش هيقدر يعني يعوض اللي موجود في الوطن طبعا اكيد يا مصطفى